موسيقى وصلني اللحظة خبر عاجل هو فاجعة خبر وفاة الزميلة الإعلامي كريم أبو سالم إن لله وإن إله عاجع فاصل ثم نواصل مشاهدين توفي صباحة الأحد الإعلامي بالتلفزيون العمومي كريم بو سالم متأثرا بمضاعفة فيروس كورونا بمستشفى تيزي وزو ونشرت الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري خبر وفاة بو سالم والذي تقدم فيه المدير العام للمؤسسة الشعب اللونكالا بتعازيه لعائلة الفقيد وأصب بو سالم بفيروس كورونا الذي أدخله إلى مستشفى تيزي وزو أي توفي عن عمر نهز 49 سنة من جهته وجه وزير الاتصال عمر بالحمر رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها بقلوب راضية بقضاء الله وقدرها تلقى وزير الاتصال البروفيسور عمر بالحمر ببلغ الحزن وعمق التأثر نبأ وفاة كاريم بو سالم الصحفي المقتدر ومساعد المدير العام للتلفزيوني متأثرا بوباء كوفيد 19 أضف الفقد ترك بصمة متميزة في حقل الإعلام الوطني السمع البصرية لأسيما الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائرية من خلال تقديم نشرة الأخبار الرئيسية وتنشط حص متخصصة تعنى بشأن الوطني والدولي في مختلف المجالات على غرار حصتي في دائرة الضوء واليوم الثامن وتبع الوزير قائلا بأنه بفقدان المرحم كاريم بو سالم نكون قد فقدنا واحدا من الشباب الجزائري الأكفى والطموحين إلى الأفضل دوما بما يساهم في خدمة الوطن وترقية مهنة الصحافة بهذه المناسبة الألمة يضيف الوزير لا يسعني أصالة عن نفسي ونيابة عن كفة موظف وعملي القطاع سوى أن أتقدم لعائلة الفقيد بخالص التعازي والمواساتة سائلا المولع الزوجل أن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوانة وأن يتغمد فقدهم وفقدنا جميعا بوسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد فيديو لمذيعة بالتلفزيون العمومي وهي تستقبل ببلغ التأثر خبر وفاة الإعلام كاريم بوسالم تظهر المذيعة في المقطع المصور وهي تستسمح الضيف عدرا لأنه وردها خبر عاجل ما فده وفاة زميرها متأثرا بفيروس كورونا حيث طلبت فصل لتعود بعدها للقول لا حول ولا قوة إلا بالله في ذات السياق انتشر على نطاق وسع فيديو للفقد وهو يتحدث عن تدعية فيروس كورونا على العالم وعلى العلاقات لافتين بأنه أسهب في الحديث عنه وتوفي به تحية لكم مشاهدنا كورونا تصنع الحدث في المعمورة وتحبس أنفاس العالم تغير العلاقات بين البشر والدول وتقلب موازين القوى تحجر كبار الساسة وتؤجل مواعيد أهل الفن وتدفع رجال الدين للاعتكاف وتخرج شوارع لسيارات الإسعاف وتنسي العالم ملفات ليبيا وداعش وسوريا ونووي إيران واحتقان العلاقات الدولية حتى أن الصحافة العالمية شبهت كورونا بسقوط جدار بلين وانهيار بنكي ليمان برودرز وهي أحداث يصعب فعلا توقع عواقبها على المدى البعيد العالم بعد كورونا وحسب المحللين سيكون للقوى المتغلبة على كورونا سيكون أقل انفتاحا أقل حرية أكثر توجها نحو الدولة الوطنية وربما وهو الأهم بداية نهاية العولمة والسؤال هل سيشهد صعود الصين وتراجع أمريكا هل ستتخلى أوروبا عن اتحادها الاتحاد الأوروبي وما هي التكلفة التي سيدفعها الاقتصاد العالمي بسبب كورونا وهل سنشهد تغييرا جذريا في التحالفات ليصبح العدو صديقا والصديق أكبر الأعداء اشتركوا في القناة